بس في واقعة في مقشل الاهلي والمحل انا مش هادا ننساها كوع وليد سليمان المعتاد اللي عمل بيته القوة وفتح وشه ودماغه اكتر من لعب وكان قدام محمد معروف وشاف الواقعة والفار والفار ماليش ضعب الفار لأ محمد معروف ساب اللعبة ويمكن معنا الفيديو بص اهو من بدايتها يا شرقاء بص ايو ايو معروف اده دهره بعد ما شاف الواقعة وشاف الضربة ناح التانية قال له لعب كورله بص دي كارتحمر ولو احنا قلنا ان الحكم عايز يجامل وليد سليمان من اول لأ والفار اصلا طلبة فيه حاجة فيها انت الحكم مطنش الحكم مصيبة مطنش والفار نام الاتنين سواء حكم الساحة او الفار ولو حكم محمد معروف عايز يجامل وليد سليمان يدوله اصفر طب وليد سليمان ده بقى يعني اللعبات بتاعته لو انا هجامل فيها وليد سليمان هدوله كارت اصفر انما يتستحق كارت احمر الطبيعي المشكلة انه كل الناس ثابت الحالة زي دي واكلموا فيه واكلموا فيه احنا لينا ضربة جزاء ده محمد هاني له ضربة جزاء والحكم ما حسب وكل استوداءات التحليل ما جبتها الشهر ومحدش اتكلم على يعني انا بقيت شافة استوداءات التحليل وانا مستفصل طب اخطاء التحكمية لو افترضنا ان النادي الاهل اتظلم في ضربة جزاء فغز المحلة اتظلم في عدم طاردة وليد سليمان طبع بس محدش بيتكلم من نحيا دي او من النحيا دي انتو بركزين على حاجة واحدة فقط طب يعني انت معايا ان اللي بكت تستحق طرد يا باشا بقول لك من العلامات الاستفهام اللي بنسجلها على الحكام في منشاط الاهلي لانه بقيت المسألة اوفر وصول موليه السليمان دايما بيقول لها ايه مؤذي وكان اللي اضطرت في اللعبة دي حد كاتب تويتا كده لزيزة بيقول لك الحكم ما طردش ليه طريق حامد في اللعبة اللي طريق حامد مؤذي